يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ الله من شرور أنفسنا أعطي أعمالنا أن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي أوصيكم ونفس المذنبة بتقوى الله أيها الأحبة قد أثنى الله تبارك وتعالى على أولئك الذين يبتعدون عن الثرثرة وعن فضول الكلام أثنى عن الذين يصونون ألسنتهم عن اللغو وعن الحرام ويبتعدون عن مجالسه التي يقعد فيها الشيطان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فلنحذر اللغو عباد الله لنكون في من وصفهم الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إخوة الإسلام إن الله عز وجل هو الحق وخلق الكون بالحق وأمر بكلمة الحق فلننطق الحق ولنقل الحق لنتخلق بأخلاق الله ونفوز برض الله فالكذب ليس من صيفات المؤمنين الكذب جبن ونفاق لا يليق بالمسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب أجارني الله وإياكم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن أخطر أنواع الكذب أيها الأحبة الذي يتسامى عنه المسلم شهادة الزور لأنها تضيع الحقوق وتنشر الفوضى وتذهب بالأرواح البريئة فاجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا قول الزور ولقد عد الإسلام قول الزور من أكبر الكبائر وقارنه بالشرك بالله عز وجل لأن المشرك ينكر الحقيقة وشاهد الزور ينكر الحقيقة أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قنا ليته سكت ومن أخطر أنواع الكذب التي أو الذي يتعالى عنه المسلم قذف الناس بالفاحشة واتهام الناس بالباطل والافتراء على الناس بالكذب وترويج الشائعات عن الناس بالزور والبهثان وقد حذر الله عز وجل من هذا الصنيع أشد التحذير حين قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا عباد الله وحد الله وصلوا على حبيب الله في كثير من المجالس يذكر بعض الناس إخوانهم بما يكرهون ويذكرون عيوبهم ونقائصهم وهم غائبون وينهشون لحومهم وهم غافلون ويزرعون الأحقاد والعدوات من حيث يدرون أو لا يدرون والله عز وجل نهان عن الغيبة وشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت حتى ينفرنا من هذا الصنيع ويطهرنا من هذا السلوك الوضيع ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وذكر الآخرين بما يكرهون وهم غافلون غائبون سواء أكان المغتاب صادقا أو كاذبا نهى عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لأصحابه رضوان الله عنهم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يا أيها الأحبة نبه الأفكار وانتهوا عن الحرام وما حرمه عليكم من الخطايا والأوزار وإلا ليصلطن الله علينا من لا يرحمنا عند الديق والإعصار أما علمتم أيها الأحبة أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوزار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنة يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديد فقال له حذيفة بن اليمان ما يبكيك يا خير الأنام فقال صلى الله عليه وسلم يا حذيفة كيف لا أبكي وقد يأتي على أمتي زمان يفقد فيه الإسلام يتركون الصلاة ويمنعون الزكاة ويطففون في المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالزور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنى ويأكلون الربا ويحبون الغناء يا حذيفة زمان تقل فيه الأمانات وتكثر فيه الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعل الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم أو كما قال صدق رسول الله فيما قال وصدق حبيب الله الملك المتعال اللهم يا من وفق أهل الخير إلى الخير وأعانهم عليه وفقنا يا مولانا إلى كل خير وعنا عليه وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل وعصمني الله وإياكم من الزيغ والزلل في القول والاعتقاد والعمل أقول قولي هذا واستغفروا الله فاستغفروا الله فيا فوز المستغفرين استغفروا الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَنِ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَنِ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إلى يوم يُبْعَثُونَ كالعادة في هذا المسجد نوجه رسائل في الخطبة الثانية وأول رسالة في هذا اليوم إلى الخطباء خطباء المساجد الذي يتحدث عن الحج لا شك بأنه شعير رحم شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ولكن هذا التدبيج وهذا التزويق وهذه الزركشة وهذا كذا كذا لا يتعدى الحج إلا أن يكونه نية صادقة وخالصة لله ثم طواف وسعي ووقوف بعرفة هذا هو الحج ولكن عليك أيها الخطيب أن تتناول ولو بشيء من الإجاز ما يحدث في قريتك أو في مدينتك أو في بلادك أو في بلاد المسلمين وأنا أقول هذا ولست بعميد بهؤلاء الخطباء هل منا من تحدث عن أبنائنا منهم المخطوف ومنهم المسجون المخطوف هو الزحوف والمسجون هو كوكو هل هناك من تحدث عنهم هل هناك أو سمعتم لهم حسا أو سمعتم لهم ركزا الله عندما عندما رجع المسلمون من غزوة أحود ذهبت النساء تبكي قتلاها كل واحدة تمشي تبكي على أبوها والتي تبكي على أمهم من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسد الإسلام حمزة ولكن حمزة لا بواكية له ولكن حمزة لا بواكية له فبدأت نساء المسلمين قبل لا يمشي يبكي على موتاهم في ذلك الفترة كان البكاء وبكاء الرحمة جائز تعالى واحد يقول شن الشيخ يقول يعني يدعي للعلاء لا 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 فكانت المسلمة قبل أن تذهب وتبكي على موتاها تذهب لا قبر حمزة وتبكي لأن النبي وجه لوم ولكن حمزة لا بواكية له عندما كان الأمر يتعلق بشخصيات معروفة في الزاوية وقفنا وأكثرنا من الاحتجاجات ومن علو الأصوات حتى من الرجاء والتوسل لأن الذي خطف والذي سجن صاحب دا مكانه إذا صرق فيهم الشريف تركوه وإذا صرق فيهم الفقير قاموا عليه الحد كوكو هذا مسكين عنده الله سبحانه وتعالى والزحوف عند الله وقفنا مع أبنائنا في تلك الفترة لا بأس لا بأس وقفنا عليهم وهما أبنائنا في النهاية ويقولوا العرب أنفك منك ولو كان أجدع أنفك منك ولو كان أجدع في النهاية أبنائنا ومناش ندمين مع أنهم أبناء هذه المدينة الحقيقة قل فيهم الوفاء قل فيهم الوفاء لهذه المدينة كثير من أبناء هذه المدينة تولوا مناصبه في الدولة ولكن لم يحرك ساكنا لهذه المدينة لم يغير مصباحا فاسدا في هذه المدينة ولعل المدينة تحتاج إلى رقية فعليكم بماء مطر فقرأوا لها رقية أو عليكم بماء بحر وليقرأ أحد مشائخنا فيه صورة يونس وترش بها شوارعها وأزقتها لعل الله يبدل الحال من حال إلى حال المهم يعني لما كانوا الناس دوي حسب ونسب وليس معنى هذا أن هؤلاء الناس لا يعني كانت شبابنا لولين كانت عندهم تجاهات معينة وأجندات معينة وعارف فيه اللي بيدوش لي رأسي بعد الجمعة ولكن لا بأس لم نسمع من يتكلم عن أبنائنا هذا المخطوف في أباري أو في إيه أو في كذا أو في مش عارف وين وين في القطرون والله يا أهل الجنوب يا أهل القطرون ويا أهل أباري ويا أهل غدوة ويا أهل كذا وكذا أراه لما بين قوسين يعني لما وقع عليكم قحة وقلة ماء وجوع وعطش لم تجد أحد يتوجه إليكم إلا الزاوي أراه والعبد الله وعم محمد عبد المولى والنعاس توفى رحمة الله عليه نحن نرى الزاوية هي اللي تنادت ورفعت لكم إغاثة ورفعت لكم أكل وشرب وغيرة يا أهل الغات عندما أصابكم الغرق وغرقت مدينتكم كان من أول الذين لبوا نداهم أهل الزاوية مع أننا رأينا الريات الخضرات ورفرف على مساكنكم ومقولات الكتاب الأغضر مكتوبة على جدران حيطانكم ولكن لم نلقي لها بعد انتبهوا الزاوية قد تمرض ولكنها لا تموت قد تسكت ولكنه السكوت والهدوء الذي يسبق العاصفة إذا أردتهم يعني لا نريد أن نتحدث بلغة البلطجة وإلا كثير من أبناء أباري وكثير من التبو وكثير من كثيرا هنا يشتغلون في حوانيتنا ودكاكيننا ويشتغلون في مزارعنا وفي كذا ولكن يعني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم حقيقة لم نجد من يتحدث عن أبنائنا إلا الإعلامي الغيور الحقيقة وأصفه بالغيور أستاذ أبو بكر بارك الله فيه والذي تحدث عنهم وتكلم عنهم كثيرا وكثيرا ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياته لمن تنادي صيحة في واد ونفخة في الرماد الأمر الآخر الشباب اللي على مواقع التواصل الاجتماعي ستنشب حرب وستأكل بعضها وسيصير في البلاد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله نحن دعاة سلام وإن جنحوا للسلم اجنح لها وتوكل على الله لكن تدعو للقتال وللرغوال لا لا لم ينفعش الكلام هذا يا شباب ما يلفظ من قول الذيه رقيب عتيد مش تقول لانا نكتب وخلاص لا لتكتب فيه راك مسؤول عنه يوم القيامة ربما تثير فتنة بهذه الإشاعة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها اللهم رين الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فعنه عليه نرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل دائرة الشر عليه اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وحسن خلاص المسجونين وحسن خلاص المسجونين ووسع على عباي المقلين وتب على العصاة والمذنبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين